الحقيقة أن هناك كثير من من ينتسبون إلى العلم الشرعي والدعوة وإلى الطيار الإسلامي ضخموا من شأن المقاصد وغلوا فيها إلى الحد الذي جعل جعل الكثير يتساءلون يعني لو أن الإمام الشاطبي رحمه الله والإمام القرافي والإمام العزي بن عبد السلام والجويني هؤلاء العظام لو أنهم اطلعوا على هذا العبس في دين الله عزالي باسم المقاصد ربما ما ألفوا ولكتبوا كلمة واحدة عن المقاصد يا أخي أوشك أن يقولوا قولة العلمانيين بل إن بعضهم قالها نصا إن الأحكام كانت وقتية وكانت تاريخية وأثمرت المقاصد فليس هناك حرش في أن ننطلق بالمقاصد متجاوزين الأحكام أيجوز هذا في دين الله عز وجل أنا أسأل جمهور المسلمين البسطاء الطيبين على فطراتهم الله عز وجل تعبدنا بأي شيء تعبدنا بالأحكام أم تعبدنا بالمقاصد سؤال فطري طبيعي يجيب عليه كل مسلم لا يعرف ألف باء التي يكتبون بها الله عز وجل تعبدنا بالأحكام أم بالمقاصد يعني ربي سيدة أبريم عليه السلام نعم الله تعبدنا بالأحكام وليس بالمقاصد معرفة مقاصد أخي تفيدنا في أمور أن نعرف حكمة التشريع فنزداد إيمانا مع إيماننا ونبين محاسن الشرع للناس وضبط الاجتهاد ومعرفة تنزيل الأحكام الشرعية والاجتهاد في المناطق والمساحات التي فيها نصوص ولا أحكام واردة فيها هذا أما أن نتجاوز بها الأحكام ونجعلها هي المراد ونتجاوز بها الأحكام فهذا عبث بدين الله عز وجل الله عز وجل عندما قال الإبراهيم عليه السلام وهو يؤسس إبراهيم عليه السلام عندما كان ندعو اللبنات الأولى لهذا الدين الله عز وجل يعني جعل ساق على هذه هذه القصة القصة الواقعية التي حدثت لكي يتعلم الناس حقيقة الإسلام عندما أمره بنبح ولده وهذا يعني أمر يبدو لبادي الرأي وللعقل السطحي أنه أمر يعني يصطدم مع المصطحة والفطرة ما سأل إبراهيم ربه ماذا تقصد من ذبح ولدي ولا سأل إسماعيل يا أبا تفعل ما تؤمر افعل ما تؤمر هذا هو الإسلام ولذلك قال تعالى فلما أسلم أي استسلم هذه حقيقة الإسلام ولذلك الشيخ حقية ربما أيضا الشاطبي رحمه الله كان يعلي من شأن الأمر والنهي بل يجعل الالتزام بالأمر والنهي هو أيضا من باب تحقيق المقاصد طبعا طبعا وهم يعني المشكلة أنهم سيجدون في كلام القرافي وكلام الشاطبي وكلام ابن عبد السلام رحمه الله يعني سيجدون في كلامهم ما يرد على ما يرد على افتراءاتهم ولكنهم يجتزئون ويأخذون من بين السطور ما يخدعون به الناس ويبدو كلامهم وكأنه أصولي وكأنه يعني يرد إلى أحكام فقهية وإلى نصوص طيب طيب شيخ أحطيش لا يسرح شكرا